غمرت الأمطار الغزيرة شوارع غزة والمخيمات التي تضم ألاف النازحين هذا وقد انهرت العديد من الخيام أو أصبح معظمها غير صالحاً لاستكن في أغلب المناطق التي لجأ إليها النازحون بخيام لا تستر نهاراً أو تحمي ليلاً هل الشتاء على أهالي غزة برياحه وأمطاره الغزيرة لتغمر الطرقات مخيمات تأوي آلاف النازحين من قصف إسرائيلي متواصل على مدى أسابيع شتت الدنيا العرائش طارت الكل غرق الأطفال الصغار كلهم غرقوا ومرضوا ظلنا في الشوارع زي هيك لا في خيمة سطرانة ولا في خيمة أنها تبعد المياه على الأولاد والعياه اللي جايهم هي اللي صار ماني يعني زي ما انت شفت كلها مياه جوه وبعد الفرار من منازلهم في شمال القطاع ثم من ملاجئهم في خان لونس انتقل عشرات الألاف من الفلسطينيين إلى رفح الواقعة في أقصى الجنوب للقطاع والتي تحولت إلى مخيم ضخم للنازحين حيث نصبت مئات الخيام باستخدام الخشب وأخطية بلاستيكية وفي منطقة المواصل واقعة جنوب القطاع باتت العديد من الخيام غير صالحة للسكن وفي مدينة دير البلح غمرت مياه الأمطار منطقة إيواء خلف مستشفى شهداء الأقصى ومنطقة جبلية أيضا التي غرقت مؤخرا بمياه الأمطار أخذت من أختي وتغطيت الولد نحن كنا بحرام واحد أنا وخمس سنفار بحرام واحد وقال المفاوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني إن سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل لم يعد لديهم وقت أو خيارات مشيرا إلى أنه في مواجهة القصف والحرمان والأمراض في مساحة ضيقة بشكل متزايد يواجه الفلسطينيون أحلك فصل في تاريخهم منذ عام 1948 مع أنه تاريخ مؤلم وتشير التقديرات للأمم المتحدة إلى أن واحدا وتسعة من عشر مليون من سكان غزة البالغ عددهم اثنين وأربعة من عشر مليون نسمة قد نزحوا بسبب الحرب نصفهم من الأطفال اشتركوا في القناة